أعلن التحالف الوطني عن دخوله اعتصاماً مفتوحاً أمام معبر رفح البري للمطالبة بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل وذلك تحت شعار مرابطون حتى الإغاثة في ظل ما تشهد فلسطين من أحداث شنيعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها لمستشفى الأهل المعمداني في غزة والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين أعلن التحالف الوطني عن دخوله اعتصاماً مفتوحاً أمام معبر رفح البري لحين دخول المساعدات بشكل فوري وعاجل رفعنا شعار مرابطون حتى الإغاثة إحنا قاعدين إحنا مش هنمشي غير ما يوصل لهم حقهم حقهم إحنا مش طالبين منهم حاجة كل الحاجات دي من إخواتهم المصريين جاي عشان تدخل فلسطين عشان تدعمهم شوفنا قبل كده كان فيه ردة فعل قوية جداً اتجاه المدنيين والناس في أوكرانيا طب ليه ما فيش نفس ردة الفعل هنا لإخواتنا في فلسطين فين مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المتطوعون هنا أدوا صلاة الغائب على روح الشهداء الفلسطينيين وبناء على كون التحالف الوطني صوتاً للمجتمع المدني في مصر توجه بأشد عبارات اللوم للمجتمع الدولية والذي يصر على غض الطرف واتباع مبادئ الزواجية المعيير في تطبيق القانون الإنساني الدولية عندما يتعلق الأمر بالممارسة الإسرائيلية الإجرامية أبسط شيء ممكن نعمله أن نحن ندخلهم المساعدات دي وإن شاء الله بإذن الله مش متماشين من هنا إلا من دخل المساعدات دي لأهلنا في غزة بإذن الله اللي بيحصل ده لا يقبلوا عقل ولا يقبلوا أي دين ولا يقبلوا أي إنسانية لحنا نعمله كموظفين جمعيات جايبين معنا حاجات ممكن تغرق غزة كلها معونا نحن نفضل عادلين لقد من دخل الحاجة كما طالب التحالف الوطني بجاميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة وفورا تلبية لندقات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة عندنا حزن شديد جدا من اللي بيحصل جوه الحزن ده ما بنعبقش عنه بكلامه خلاص ولا بنعبق عنه بفعل فعل ده بيبدأ بالجهد اللي حصل المتطوعين والمتبرعين في القاهرة عشان نوصل لمساعدة الإغاثية اللي هنا وان احنا نيجي معاها ثم ان احنا نفضل موجودين لحد ما نتأكد ان شاء الله انها هتخش وانها هتعبر من المعبر هنا مربطين لحد ما ان شاء الله نخش لأهلنا واخواتنا الموجودين في فلسطين وفي مدينة غزة ونقول لهم البقاء لله في أولادنا واخواتنا الموجودين أولا زين لقوا حتفهم بالأمس كما اعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن تأييده الكامل حول تصريحات سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المنعقد بقصر رئاسة اكدت ان مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية او اي محاولات لتهجير الفلسطينين قصرية من ارضهم او ان يأتي ذلك على حساب دول المنطقة ويشدد على جاهزية المتطوعين بداخل كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينين في أرضهم وعدم اجبارهم على التهجير القصري في سيناء ويؤكد على حجد لكل الجهة الدولية لاستمرار الاعتصام أمام بعبر رفح وحتى دخول المساعدات ويؤكد على حجد لكل الجهة ويؤكد على حجد لكل الجهة